اشتركوا في القناة التركيب الزري للمادة طبعا درس مهم جدا عشان هنعرف منه تركيب الزرة نبدأ الاول كده من تجارب العلماء استطاع العلماء بعد تجارب كثيرة جدا معرفة تركيب الزرة واحنا النهاردة هناخد بداية تركيب الزرة الزرة بتتركب من حاجة اسمها النواة النواة دي بتوجد في مركز الزرة يعني ايه موجودة في مركز الزرة يعني في نص الزرة بالزبط يعني في القلب من الزرة وهذه النواة بيتركز فيها معظم كتلة الزرة وهنعرف ده ليه كمان شوية يبقى انت دلوقتي عرفت ان الزرة تتركب من نواة موجودة فين في المركز وبيتركز فيها ايه معظم كتلة الزرة طيب تعالوا نشوف كده مع بعض لو اعتبرنا ان دي كده النواة هنلاقي جوه النواة نوعين من الجسيمات زي ما انتوا لاحظتوا كده انا عملت جسيم زائد يعني موجب اسمه البروتون او البروتونات والمتعادل ده اسمه النايترونات او اسمهم النايترونات يبقى دي كده عبارة عن الجسيمات الموجودة داخل النواة طيب تعالوا نتعرف على حاجة مهمة جدا ايه هي البروتونات عبارة عن جسيمات خلي بالك بقى من الحتة اللي جاية موجبة الشحنة يعني الشحنة بتاعتها بالموجب وبنعبر عنها كده بزائد اما بقى النايترونات النايترونات عبارة عن جسيمات متعادلة الشحنة يعني شحنتها الكهربية متعادلة ولا هي موجب ولا هي سالب عشان كده بعمل موجب وتحت منه سالب يعني دي متعادلة يعني مثلا يعني ايه تعادل يعني مفيش حد ايه احسن من حد يعني بالتالي شحنتها ولا هي موجب بس ولا سالب بس بنعبر عن الزرة بعددين مهمين جدا اول حاجة حاجة اسمها العدد الزري والعدد الزري هو عدد البروتونات الموجبة الموجودة قلنا ايه بقى داخل النواة يبقى دا تعريف العدد الايه الزري طيب والعدد التاني اللي بنعبر بيه عن الزرة اسمه العدد الكتلي طيب ايه هو العدد الكتلي هو عبارة عن مجموع اعداد البروتونات والنيترونات الموجودة برضو داخل النواة يبقى انت لما تبص كده جوه النواة هتلاقي فيها بروتونات ونيترونات البروتونات اولها به والنيترونات اولها نون يبقى عاملة كده زي ما تكون كلمة بن يعني لو عاوز قهوة هتشرب بن ولو عاوز بن هتلاقيه في النواة يعني ايه بن يعني بروتون ونيترون به بروتون نون نيترون يبقى احنا عبرنا عن الزرة بعددين واحد اسمه العدد الزري وهو عدد البروتونات الموجبة واحد اسمه العدد الكتلي اللي هو مجموعة البروتونات والنيترونات يبقى لما ييجي سؤال يقول لي علل العدد الكتلي اكبر من العدد الزري هقول له ليه بقى لان العدد الكتلي مجموع اعداد البروتونات والناترونات اما العدد الزري فهو عدد البروتونات الموجبة فقط عشان كده العدد الكتلي اكبر من العدد الزري تعالوا نشوف بنكتب العدد الزري والعدد الكتلي فين يكتب العدد الزري اسفل يسار رمز العنصر يعني تحت على شمال العنصر ويكتب العدد الكتلي اعلى يسار رمز العنصر طيب تعالوا نطبق بمثال نشوف مع بعض كده مثال لو انا قلت مثلا الصوديوم الصوديوم الرمز بتاعه كلنا هنقول ان ايه طب عدد الزر يكتب فين بس اسفل يسار يعني 11 ده العدد الزر بتاعه يبقى ده العدد الزر اللي هو تحت طيب العدد الكتل هيكتب فين هيكتب فوق 23 فوق على الشمال على اليسار يبقى اللي تحت دوت يا جماعة اسمه العدد الزر واللي فوق اسمه العدد الكتلي تعالوا ناخد كده مثال بيقول لي في الاكسوجين اللي هو O816 اوجد واحد العدد الزري اتنين العدد الكتلي تلاتة عدد البروتونات اربعة عدد النايترونات الحل عاوز العدد الزري يبص تحت على الشمال اللي هم كام تمانية نبقى نقول له كده واحد العدد الزري بيساوي تمانية طيب اتنين العدد الكتلي يبقى هو اللي فوق دوت يبقى العدد الكتلي هيساوي ستاشر اللي هو ما الستاشر اللي فوق طيب عدد البروتونات ما هو عدد البروتونات احنا قلنا هو العدد الزري يبقى نفس الكلام يبقى عدد البروتونات هيساوي تمانية برضو عدد النايترونات بقى بجيبه من ايه من علاقة مهمة جدا اللي هو دي عدد النايترونات بيساوي العدد الكتلي اللي فوق ناقص العدد الزري اللي تحت العدد الكتلي اللي فوق كان في الاكسوجين ستاشر يبقى ستاشر ناقص الزري كان تمانية يطلع عندك عدد النيترونات 8 نايترون يبقى دي العلاقة اللي بتربط بين عدد النيترونات والعدد الكتلي والعدد الزري طيب افرد مثلا اللي انا جبتلك اللي هو الهايدروجين اللي هو اتش عدد الزري واحد والكتلي واحد يلا نجيب عدد النيترونات يبقى عدد النيترونات هيساوي العدد الكتلي اللي فوق ناقص العدد الزري اللي تحت عدد الكتلي كان فوق واحد يبقى واحد ناقص واللي تحت كان واحد يبقى واحد ناقص واحد يدي كان صفر يبقى الهايدروجين ما فيهوش نيترونات منعدمة مش موجودة لان العدد الكتلي بيساوي العدد الزري يبقى نقول له كده ينعدم وجود النيترونات بأن العدد الكتلي بيساوي العدد الزري ده هو بالنسبة للهايدروجين بس يبقى ده الوحيد اللي ما فيهوش نايترونات يبقى احنا عرفنا دلوقتي لو عاوز عدد النيترونات اطرح العدد الكتلي نقص العدد الزري طيب حاجة مهمة يقول لي كده ما معنى قولنا أن العدد الزري للبوتاسيوم تسعة عشر نعرف العدد الزري ونحط الرقم ده هنقول له اذا عدد البروتونات بيساوي تسعة عشر وكده تحلت يجي يقول لي يعني ايه العدد الكتلي للكابريت بيساوي اتنين وثلاثين يبقى معناها ايه معناها أن مجموع البروتونات والنيترونات بيساوي الرقم ده باثنين وثلاثين يبقى احنا كده قلنا امثلة على العدد الزري وعلى العدد الايه الكتلي يجي يقول لي يعني ايه عدد البروتونات في الكولور بتساوي سبعتاشر جابهلك بالعكس اقول له اذا العدد الزري للكولور بيساوي سبعتاشر يبقى لو قال لك عدد البروتونات سبعتاشر قل له بالعدد الزري سبعتاشر ولو قال لك العدد الزري سبعتاشر قل له بعدد البروتونات سبعتاشر لو قال لك العدد الكتل اتنين وثلاثين قل له بعدد البروتونات والنيترونات اتنين وثلاثين طب لو قال لك عدد البروتونات والنياترونات 32 قل له يبقى العدد الكتل بيساوي 32 وبكده يبقى خلصنا الجزء الاول من تركيب الزرة شرحنا فيه النواة والعدد الكتلي والعدد الزري اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انتوا تكونوا فهمتوا درسنا النهاردة انتظرونا في حلقات قادمة كثيرة ان شاء الله كان معكم معلم خبير محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة